تعالوا بقى نشوف كده النهاردة نضفت البوتاجاز بتاعي بمكون سهل جدا جدا ورخيص وكمان النتيجة روعة روعة زي ما انتم شايفين كده اهو مفيش اي دهون وسر اللمعة بتاعة البوتاجاز جيجي ويلا بينا نروح مع بعض نشوف الفيديو النهاردة حلو قوي بس ياريت ما تنسوش احلى لايك لجيجي علشان الفيديوهات بتاعتي لو بتعجبكو ولو بتسفيدوا منها ما تنسوش اللايك والناس اللي مشتركش معاي في القناة اتمنى ان يتشترك يلا بينا نروح نشوف الفيديو ازايكو حباب البجيجي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة بقى عندنا استعداد للنظافة هنعمل النهاردة ايه هنعمل خلطة جبارة للبوتاجاز ولو عندك الخشب المونتال هيلمع معاكي معاك الحوض هيلمع اي حاجة عندك سلستين هتلمع وهتنور وهتبقى حلوة قوي عايز اقولك انا بستعمل الخلطة دي بقالي 15 سنة روعة البوتاجاز بتاعي بقاله 15 سنة هتشوفوا كل حاجة ازاي برجعوا كل يوم جديد هنشوف مع بعض بنعمل ايه كل حاجة سهلة جدا 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 هنشوف الاول الخلطة الجبارة بتاعتنا بتتكون من ايه بسم الله الرحمن الرحيم هاخد معلقتين اهو كده اهو من معلق الاكل معلقتين كبار من ملح اللمون تمام اهو معلقتين اكل كبار من ملح اللمون هاخد ايه هاخد معلقة كبيرة مليانة او بكو من بيكين بودر هارفينو اللي بيعمل منه كيكا اهي معلقة كبيرة او بكو اهو تمام كده اهو هنركز بقى مع بعض بصوا بقى فيه بقى حاجة اهي شفتوا اللي هو الفانيش ده تمام هاخد منه معلقة كبيرة بس مش اللي هو البودرة اللي هو السيل تمام هاخد هنا هو عليهم كده اهو معلقة كبيرة طيب لو ما فيش الفانيش ده طبعا الفانيش ده جديد كنت بتستعملي ايه قبل كده كنت بستعمل بجيب حاجة من الصيدلية اسمها ماء اكسوجين هارفينو اللي بنعمله في السابغة ده بتقوله ماء اكسوجين مش الاكسوجين البالسم لا مية اكسوجين بتجيب ايه هي مية الاكسوجين دي بتتفاعل وبتزبطلك الدنيا خالص 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 هنشوف مع بعض النتيجة رائعة هتبهركو يعني هتبهركو كمان بحط عشان اللي استلي سيل مع معايا بحط معلقة خالي كده هو بالشكل ده طبعا كل حاجة بطفور كله تمام تمام هجيب معايا برضو معلقة صابون سيل اهي كده هم على اكبيرة شفتوا بقى الخليط ده هقلبو على بعض واحطو في بخاخ وهارجعلكو تاني عشان نشوف هنعمل ايه بصوا تعالوا انا عندي اهو الشفات تمام فكيتوا علشان هبخ كمان عليه بصوا اهي الدهون اللي على الشفات انا اصلا ما بخليش الدهون كتير يعني هو كده في دهون تمام اهو بصوا اول بول علشان ما تبقى الصعبة معاكي تمام بالشكل ده زي ما انت شايف كده هوا بس هو بيقدي على اي دهون هنجيب بقى البخاخ بصوا انا عايز اقولوكم ان انا زودت عليه نص كوباية مية عشان ادوابو يبقى خفيف اهو بصوا واحسن يعني اسرع مفعول لما بيتحط في البخاخ بيتيكي مفعول ايه مفعول اكتر بس هو عشان ايه الرغوة بتاعته زيادة اهو هنسيبوا بقى عشر دقيق ده اهو هحطوا في الحوط تعالوا بقى نروح لإيه للبوتاجيز وانا هنكمل بخ دول تعالوا نروح للبوتاجيز بوسي بقى انا واختح حبهم طبعا البوتاجيز مش متنظف اهو بوسي معايا حبهم اه زودتهم هم مية زي ما انت شايف كده بالشكل ده هبتدي ان انا هاخد عيون البوتاجيز هحطها فيها اهو الحملات برضو بتاعت البوتاجيز دي بخسلها بالفرشة باخد من بوسي بجيب فرشة كده اهو هوريكي ايه كل حاجة معايا كده اهو الطبيعة اهو بوسي بوسي هناخد ايه من الفرشة كده اهو بتبتدي ان اتنا نقيه نعمل كده اهو بوسي كل الدهون هتطلع اهي الفرشة دي دينا فرشة صغيرة كده اهو عاملها للبوتاجيز اهو عايزكم تجربوا البتاع ده هتشوفوا النتيجة بقى في الاخر بجده هتبهركم ولا تقول لي فانيش ولا اي حاجة ولا باور اه قصدي ولا تقول لي باور ولا اي حاجة الفانيش ده حلو ولو ملقتيش الفانيش ده يبقى تروحي الصيدلية تقولوا عايزة ازازة ميت اكسوجين بخمسة جنيه او بحاجة زي كده ايه برضو تقعد عندي كتير احنا اخدنا من الفانيش بس معلقة واحدة اخدناش كتير اهو بوسي دول هعملهم برضو بالفرشة كده هو الحوامل دي اهو هاخدهم برضو كده اهو بالفرشة انا وريكي بس انا هعمل ايه وبعد كده انا هشتغل كل دول بقى هون هنقعهم كده اهو هفضل اقلل فيهم كل شوية دول بقى هيتنيق اهو كده هون مدك ربع ساعة مغير ولا دعك ولا اي حاجة اي حاجة الفل اهو تمام كده اهو عايزة اقول لك دول اصلا اصلا بقى لهم خمستاشر سنة مغيرتهمش اصلا اهو وايه دي البتواجزة هو بالدهون بتاعته بكل حاجة هنبتدي ان انا اجيب بوسي هنرش كده اهو كده اهو اهو اصبت بس بتاع بتاعت الررش مش جايبة اهو بسوا هبتدي ان ايه نعمل كده اهو بس بينزل على الدهون اهو كده اهو بسوا هو المفروض الاحسن الررش بس انا هوريك عشان تبقي شايفة النتيجة بعنيك اهي بوسي كده اهو تمام كده اهو اهي ده بقى بيقضي على كل الدهون سيبيه بقى كده اهو عشر دقائق بس وحنرجع له مش هنلاقي اي حاجة ولا هندعك ولا هندعب ولا اي حاجة في اي حاجة وبعدين اعز اقول لك على حاجة انا كل يوم قبل ما بنام لازم اخسل البتجاز يعني ما تسيبوش بالدهون اللي عليه اه بوسي بوزع بس كده اهو اهو هنسيبو بقى كده اهو عشر دقائق وبعد كده نرجع مع بعض نشوف بقى النتيجة هتبقى شكلها ايه من غير للكحت ولا اي حاجة بوسي هو بيقل في الدهون تمام هسيبكو شوية ونرجع مع بعض طيب بقى بعد ما عدى ساعة كده بالشكل انتو شايفينه ده انا بستعمل الليل السلكة دي تمام ليل السلس دي بتبقى احسن من سلك الموعين بكتير بوسي هو اصلا انا حاسة ان هو مش يعني مش محتاج بوسي نضف خالص اهو ما فيش اي اثر لاي دهون ولا اي حروق ولا اي حاجة دايما انا بحب البس في ايدي كده الجلافز ده كده هو علشان ايه الحاجات دي بتبقى يعني تموية شوية عشان ما بوصي دوافرك ودوافرك ما تحرق كيش تمام اهي بوسي انا شايفة ان هي يعني مش محتاجة بوسي انا مش بدع الجامد اهو بوسي هو نضيف تمام اهو تعاليك كده هامسح كده قدومك نشوف معايا فوت اهي بوسي طبعا هو هيتغسل بس انا عايزة اوريكي بوسي النتيجة اهي بوسي النتيجة عاملة ازاي اهو طبعا جوا هنا اهو انا بنضف هنا اهو بجيب كده حتة نشفة وبابتدي اهنضف عندي الفوين كويس قوي قوي اهو بالشكل ده بوسي بقى كل ده بيتشطف كويس جدا كده اهو اجيب هنا اهو بالشكل ده وطبعا من جوا ومن برة مش بس فوق كده اهو كمان الفرن بعمل فيه نفس الحركة دي اهو مش مش مكلف عليك اي حاجة الباور اهو بقى غالي اهو اللي هو الهو الباور ده وبعدين بيحرق ورحته قوية ده ولا في ريحة ولا في اي حاجة اهو اهو اهم حاجة اتنظفي عند الفوين كده اهو بالشكل ده كل ده لسه تنظيفة خفيفة خالص انا بس حبيت اوريكي النتيجة من غير دعك ومن غير اي حاجة لسه طبعا هاخسل بقى الفوطة وهمسح تاني ولسه هيلمع معك اكتر واكتر هوريكي النتيجة ولسه كمان ما شفناش العيون لسه هوريكو شكل العيون عامل ايه تعالوا بقى عايزة ووريكو النتيجة بقى في العيون لسه العيون برضو ما تدعكيتش اهي بصي اهي يا دوبك كده بصي عايزة دعكة خفيفة قوي اهي تعالوا ووريكي اهي بصي النتيجة دي تبقى حلوة جدا من غير دعك يعني اول ما تحطي كده السلكة هتلاقيها بقيت تلمع وبقيت زي الفوطة وبعدين دول مش جداية دول بقى لهم خمساشر سنة وما غيرتهمش ولا مرة اهو بصي بالشكل ده اهي اهي ادي العين الرابعي يعني يا دوبك الحاجات دي ممكن كمان بالفرشة الصغيرة دي تطلع وايه دي العين هاي من فوق برضو هاي زي ما تشاهدين بصي كل الواسخة نزلت فين نزلت في المياه هي بص المياه بقى اشكلها عامل ازاي؟ بصي كل الدول وكل الحروق نزلت في المياه ازاي؟ عايزاكوا تجربوا الحاجات دي هتدعولي بجده هتفرق معاك و هتوفر عليك وقت ومجهود وكل حاجة لو عملتي بس كل يوم بختين كده عملتها عندك في ازايزة كمية وبخيتي كل يوم بختين كده وانتي بتمساح البوتاجاز هيفرق معاك جدا جدا ينفع على السيروميك ينفع في الحوض الليستاليس ينفع في الألمونتال كله كله ينفع بنفس الحاجة دي لا يوجد أي مشكلة بس ما نفعش على الخشب على الخشب مش هيديك اي لو المطبخ بتاعك خشب مش هيديك النتيجة الحلوة هابقى اعمل لكو للمطبخ الخشب هاروح بقى اشطف وانشف بقى المطبخ بتاعي القصدي البتاجاز عايز اوريكوا كمان شكل الشفط ايه بصي كمان شكل الشفط اهو بصي ناليست كمان اللي ادعاكتوا ولا اي حجة بصي مفيش على الريش دهون ولا اي حجة هني يا دوبك عايز ايه؟ عايز مسحة خفيفة حتى هنا بصوا كان فيه الدهون هنا هو داير داير ما بقاش فيه اهو بصي يا دوبك كده اهو هاخدوا ايه اشطفه تحت الحنفية وخلاص مش محتاج ان انا ادعاكوا ولا اي حجة زي ما انت شايفة كده اهو عايزك اتجرابيه احسن من الباور وما فيوش اي حجة هشطف بقى ووريكوا كل حاجة بعد ما اشطفها وازبطها تعالوا بقى بعد ما لطفت كده البتجاز بتاعي زي ما انتو شايفين ايه بقى سر اللمعة اللي تفضل تدوي كده يعني ما تروحش خالص اي هي ما يطفيش معاكي هقولك بقى بجيب كده هو ورقة من ورق المنادير المبخ بعد ما اتنشف كويس جدا وتغسل كويس اوي بجيب كده وبعد كده اروح عاملة ايه اروح بلاها بسيط من الخل تمام بالشكل انتو شايفينه ده خلى عادي خلى ابيض وابتدي ان انا المع البتجاز بالخل اولا تعقيم تاني حاجة هيضوي معاكي بطريقة غريبة اللي استلس اهو بصي انوور معاكي ازاي زي ما انتو شايفة كده اهو بالشكل ده هنبتدي بقى نحط العيون والحاجة بتاعتنا انا بس حبيت ان انا اقول لكم ان اخر حاجة بعملها اللي هي الايه المنديل كده او الحتة يعني الفوتة بتاعتك النظيفة بقى خالص مش مبلولة ولا اي حاجة مبلولة بشوية تخلي صغيرين وتبتدي وتبتدي ان انت تلمعي في البتجاز بتاعي كده اهو من جوة ومن برة وتخلي زي في كل كده ده بقى سر اللمعة بتاعت البتجاز بتاعي زي ما انتو شايفين بتجاز عادي خالص متواضع اربع عيون بقاله كتير قائق جدا اهو نوع ايه نوع نينوفيرسل اه بقاله اكتر من 15 سنة زي ما بقول لكم بس اهم حاجة الحاجات اللي انت بتعمليها دي ان شاء الله تعمليها مرة واحدة في الاسبوع بس كل يوم يا ريت ان انت كل يوم تنظفيه مرة واحدة بس في الاسبوع تبتدي بس ان انت تدي له النظافة الجندة دي مش هيتعبك مش هتلاقي عليه ضهور متراكمة ولا اي حاجة يعني 30 يوم رمضان كان بص يعني بيشأ زي ما بيقوله بس اهو نضيف عشان على طول ايديك فيه تمام وزي ما قلت لك كده امشي على نفس الحاج دي حاجات يعني لا تسكر بفلوس ولا اي حاجة حاجات كلها عادية وبتعملي منها كمية كبيرة وبتفضل عندك تعالوا بقى اوريكم الشفات بتاعي والحاجة بعد ما ايه بعد ما اتغسلت اهي الشكل ده بص انا غسلتها بس غسيل بس زي ما انتو شايفين كده اهو تمام اهو بصوا غسيل بس 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 برضو بحب ان انا المعهم بالايه بالخل كده اهو بصي اهو بصي الخل بيخليها برضو ايه بتبقى نضيفها وما تجيرش اي حاجة معيكي الخل ده عايزك تستعمليه في كل حاجة اهو بالشكل انت شايفينه بتدي بقى انا نركبه ايدي بالنسبة للايه للشفات برضو الحط بتاعك استلي ستعملي كده المطبخ بتاعك تمام تعالوا بقى نركب البتاجاز بتاعنا ونشوف بقى الفينيش الاخير شكله ايه وبكده بقى يبقى الايه البتاجاز بتاعنا من ايدي فهو بقى زي الفل وبقى زي القشطة زي ما انتو شايفين انا من الناس اللي محبش احط الفويل على البتاجاز ليه لان هو اصلا خطر بيعمل سخونة جديدة الاول ما تولع الفرن بيعمل سخونة جمدة جدا فبلاش من الفويل خالص يا جماعة لنظف تبقى ايديك فيه احسن وبعدين بيسيب البقع متراكمة بطريقة غريبة اهو بصي من تحت اهو كمان اهو زي ما انتو شايفة كده اهو كله بقى تمام التمام ويا رب بقى اكون في التقو النهاردة واكون دفع خفيفة على قلبكو اتمنى لو الفيديو عجبكو تدوني احلى لايك لاحلى جيجي والسلام عليكم في فيديو جديد اشتركوا في القناة